مورية وسط إفريقيا في موضوع أمن آخر تمكن الأمن الوطني من القبض على عصابات تمارس السطوة والسرقة على منازل وامتلكات المواطنين بولاية واكشوطة الغربية حيث نجحت الشرطة في استرداد جل المسروقات وتسليمها لأصحابها العملية تمت من خلال القبض على ستة عصابات من خلال شهود ثلاث مفوضيات تابعة للإدارة الجهوية للأمن بنواكشوط الغربية خدمة للمواطن وسعيا إلى تأمين الأشخاص والممتلكات الشرطة الوطنية تقدم أنموذجا حيا من عمليات متابعة ومداهمة أوكار المجرمين في مختلف أحياء العاصمة نواكشوط ضمن الخطة الأمنية الجديدة التي أطلقتها الإدارة العامة للأمن الوطني الرامية إلى القضاء على الجرائم في العاصمة نواكشوط هنا داخل مفوضية تفرازين رقم واحد تتابع الشرطة الوطنية مختلف العمليات التي حدثت مؤخرا في ولاية نواكشوط الغربية عبر فرق فنية متخصصة في مراقبة ومتابعة المجرمين وفي خضم التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية والفرق المرابطة في الميدان تم القبض على واحدة من أخطر العصابات الإجرامية في العاصمة كانت تمتهن سرقة السيارات والسطو على المنازل والمحال التجارية حيث وجد بحوزتها عديد السيارات والأموال والمغتنيات الثمينة وتتكون هذه العصابة من عدة أفراد تحت الحز الآن ويخضعون لحراسة أمنية مشددة نتيجة الخطة الأمنية الأخيرة التي قامت بها لدارة العامة للأمن والتي أسفرت عن القبض على عصابات عدة نختار منها عصابتين على مستوى ثلاث مفوضيات أي بمعدل ست عصابات لتزمين النقاط الإيجابية وتشارف مع المواطنين خصوصا لاتخاذ إجراءات السلامة والأمان على مستوى مفوضية تفرق زين واحد تم القبض على عصابتين قامت بسرقة المبلغ يزيد على عشرة ملايين أوقية وهنا نريد التنويه على أن كانت إجراءات السلامة شبه من عدم حيث لا يوجد حارس ولا توجد كاميرات مراقبة مما كان يشكل هدف سهل بالمجرمين وتم الحمد لله بالتوفيق منه القبض على هذه العصابة وهنا نزمل أيضا إلحاح المواطن وإصراره على متابعة عمل الشرطة إذا أن الشرطة في خدمة المواطن ونتشرف بهذه الخدمة وإذ تؤكد الشرطة الوطنية أهمية تجاوب المواطنين وضرورة الإبلاغ عن الجرائم بسرعة فإنها تسعى بشكل فعال إلى تجسيد دورها المحوري في الحد من انتشار الجريمة والسهري على الأمن العام وفي الشان الصحي أعلنت وزارة الصحة في الإعلان الصحفي اليومي تسهيل أربعة